طبعا من اللحظة اللي قلت فيها لحضراتكم او اللي تم الاعلام فيها من قبل كابتن شاوئي غريب المدير الفني المنتخب الاوليمبي على معادة صفر لتوكيو قلت حالكم ان فيه مشكلة كبيرة جدا وهي التعارض اللي موجود بين معادة صفر الاوليمبي لتوكيو اللي اتحدد بتاريخ 16 وبين ان شاء الله تاريخ 17 يوليون لا نأمل ان النادي الاهلي يكون موجود فيه في نهائي دوري الابطال ده المعادة اللي حدده التحاد الافريقي للمواجهة النهائي في دوري الابطال وبالتالي يعني التفكير او الاتجاه دلوقتي جوا المنتخب الاوليمبي انه كابتن شاوئي بيفكر في استبعاد لعبة النادي الاهلي من المنتخب الاوليمبي والقرار مش نهائي عشان نبقى برضو واضحين القرار هيبان بشكل نهائي او هيتخذ بشكل نهائي بعد مباراة العودة لتتلعب هنا في القاهرة يوم 26 لكن التوجه او الفكرة دلوقتي يعني كان قلت لحرارتكم من التعرض ده هيكون حلو ايه لانه انت عندك مشكلتين في المعادين دول 16 سفر منتخب اوليمبي 17 الاهلي بيلعب في المغرب نهائي دوري الابطال القصة هنا في انك انت عشان تسافر لليابان محتاج 48 ساعة لانه في فترة ترانزيد طويلة جدا ومش بس كده انت بعد 48 ساعة السفر عندك فترة مفترض انك انت بتعطيها في الحجر الصحي فالجهاز بيشوف انه عشان لعيبة الاهلي تتحرك من المغرب يوم 18 طبعا ده على اسرع تقدير يعني لو قلنا انه ماتش خلص 17 اللعيبة سفرت 18 لو وصلت لو وصلت القاهرة وطلعت على اليابان دايلكت انت بتتكلم في 48 ساعة من امام سفر يعني يوصل يوم 20 يقعد في الحجر هيتمرر امتى ويتأقلم امتى على اجواء ويخش في حالة التركيز الخاصة ببطولة قوية زي الاولمبياد وانت عندك ماتش اسبانيا الاولاني 22 وماتش الارجنتيني الثاني 25 فبالتالي هم شايفين انه هيبقى من الصعب جدا انه العادة الاهلي تلحق اول ماتشين للمنتخب مصر الاولمبي وبالتالي هيتم استبعده احنا بكلم على اسماء لعيبة الحقيقة مهمة جدا ومؤسرة جدا مع الاهلي ومؤسرة ايضا مع المنتخب الاولمبي لعيبة زي صلاح محسن تقلق مبارح بشدة ومتقلق الحقيقة في الفترة الاخيرة ونتمنى استمراره في حالة التركيز دي في الفترة اللي جاية محتاجينه جدا صلاح محسن عندك طهر محمد طهر عندك نصر ماهر عندك اكرم توفيق وعندك كمان احمد رمضان باكم وزي ما قلت لحضراتكم القرار النهائي هيتحدد بناء على مواجهة يوم 26 مباراة العودة اذا تأهل النادي الاهلي وده اللي نتمنى طبعا انه النادي الاهلي يتأهل لنهائي دوري الابطال يبقى في الغالب هيتم استبعاد لعيبة النادي الاهلي من القيمة بتاعت الاولمبيا مش بس كده كمان كان فيه تفكير وكان فيه رغبة واضحة وتم اعلان عنها من كابتن شوقي باستدعاء كابتن محمد شناوي حالة اسمار وانادي الاهلي عشان يشارك مع المنتخب وده ايضا الحقيقة برضو احتمال اصبح مهدد بالفشل لانه طبعا شناوي هي عنصر من العناصر الاساسية واحد من اهم اللاعبين في سكواد الاهلي وبالتأكيد وجوده في نهاية دوري الابطال لا غنى عنه وبالتالي احتمال كمان الشناوي ما يشاركش مع المنتخب متواصلين مع حضراتكم في السلسة بس نروح لفاصل ونرجع على طول